السلوك الإيراني يثير الجدل مجدداً فقد عدت الشكوك لتراود من بشر بتغيير في سلوكيات إيران عقب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست الكبرى والسبب هذه المرة ليس برنامج طهران النووي بل صواريخها الباليستية فقد أثارت تجاربها الجديدة لهذه الصواريخ سلسلة من ردود الفعل المتضاربة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف قال من أستراليا إن صواريخ إيران الباليستية مخصصة للدفاع عن النفس لن نستخدم هذه الصواريخ ضد أحد إلا في حالة الدفاع عن النفس ونحن نتحدى هؤلاء الذين يشككون ببرنامجنا الصاروخي أن يقوموا بالتصريح نفسه ويقولوا إن القوة ليست وسيلة مقبولة في السياسة الخارجية فوفق مثاق الأمم المتحدة لا يمكن اللجوء إلى القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس وإيران تلتزم بذلك ولكن إن هجمت إيران ستدافع عن نفسها والصواريخ هي إحدى وسائل هذا الدفاع روسيا من جهتها أعلنت على لسان منذبها الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشيركن أنها تعارض فرض عقوبات على إيران لأن تجاربها لا تنتهك قرار مجلس الأمن 2231 أما الموقف الأمريكي فجاء مشوشا ففيما اعتبر الناطق باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أنها لا تشكل انتهاكا للاتفاق النووي قالت المندوبة الأمريكية الدائمة في مجلس الأمن سامانتا باور العكس تماما إذ اعتبرت أن روسيا تتبنى طريقة للبحث عن أسباب لعدم التحرك مؤكدة أنها لن تستسلم في مجلس الأمن وزير الخارجية الفرنسي جون مايك إيرو لوح من طرفه بفرض عقوبات جديدة على طهران موقف يتناقد تماما مع ما صرحت به المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إذ أكدت فدريكا موغيريني أن تجارب الصواريخ الإيرانية الأخيرة لا تخلق اتفاقها مع القوى الكبرى وقالت موغيريني قبيل زيارتها المرتقبة إلى طهران مع وفد أوروبي في أبريل المقبل إنه إن كان هناك انتهاكات لقرارات مجلس الأمن فيجب بحث ذلك هناك وليس في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي لا يخفى على أحد أن هذه التجارب ليست الأولى لإيران فقد أجر التجارب في النصف الثاني من العام الماضي وهو ما دفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض عقوبات جديدة على مواطنين إيرانيين وشبكة من الشركات على خلفية تسليمهم مكونات صواريخ باليستية إلى إيران وما من مؤشر في كل ذلك عن رغبة إيرانية في الحد من التوتر أو خفض وتيرة تدخلها في شؤون المنطقة